فريق الآن فريق صنع الحدث في الكرة الجزارية فريق أولمبيك أقبو وكذلك مولودية الجزارة الذي استعاد الصدر في البطولة المحترفة قراءة حول النتائج المسجلة في الجولة الخامسة لحد الأن جولات فيه مرات بعض المفاجآت وفيه بعض المرات نتائج عادية ولو أن فريق مولودية العاصمة يؤكد مرة أخرى على طموحاته الاستقرار الموسم الثالث على التوالي نفس الوجوه ببعض اللاعبين جدد للتحقب الفريق هذا يؤكد مرة أخرى على العمل الجاد ليتقام في فريق بحجم مولودية العاصمة أما تكلمت على فريق أقبولي نحييهم نحييه المسيرة خمس مواسم يقدم ويطلع إلى الأقسام العليا هذا شيء جميل وجيد ويؤكده هذا الموسم بخاصة الشيء المميز عند فريق أقبول صنع هذا الفريق من القسم الثالث يعني تشوف الشكل تسيرتعه تسيرتع فريق محترف وهذا يعني ما أنا ليه ليست بالمفاجآة ولو بين قوسين نقدر نقوله مفاجآة ولكن عموما تشوف الاستثمار لتندال داخل الفريق تحس أنه فريق بمسيره رئيس كريم طاقة تقربت عن من فريق عز الدين أيجودين تقربت من فريق أولمبيك تعرف التفاصيل خاصة بهذا الفريق الذي أكد احترفه منذ أن قوله بداية هذا النبي والصوات إلى المحترف الأول هذا هو التمييز الذي قلت عليه أنا نعرفه من قبل نعرف الناس عقبه فأظن أنه صراحة يعني الشكل تسير تسير مميز تسير مثالي نوعا ما مقارنة بفرق أخرى لنعرفها في البطولة رغم مغادرة بعض اللعبين اللي برجوا فيها الفريق أولمبيك أقبه أنا أقول لك فيها منظومة منظومة اللي يجي يتأقلم فيها كل الظروف تسمح لك حتى تقدم كرة جميلة وحتى تكون إمكانية أمامك سيد كناوي ترجمة نانسي قنقر